أود أن أتطرق إلى أيضا شق بيداني هناك معلومات تشير إلى دفع بقوات إسرائيلية إضافية باتجاه كريات شمونة حتى اللحظة هذه المعلومات تقتصر على بعض المصادر غير الرسمية التي أشارت إلى وجود أصوات اشتباكات بالقرب من كريات شمونة قد تكون هذه الاشتباكات في الجانب اللبناني لكن صفرات الإنذار في كريات شمونة لم تدوي رصد أيضا من مصادر إسرائيلية تحدثت عن مروحية واحدة عسكرية على الأقل انتقلت من منطقة قريبة من كريات شمونة إلى مستشفى رنبم في مدينة حيفا بالتالي نقل الجنود المصابين مستمر على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية هذا أيضا لافت اليوم أكثر من مروحية نتحدث عن ثلاثة مروحيات ثلاث مروحيات على الأقل كانت قد رصدت خلال اليوم تنتقل من مناطق حدودية إلى مشافي مختلفة دون صدور بيانات تتحدث عن الخسائر والإصابات من قبل الجيش الإسرائيلي بالتالي ليس فقط في كريات شمونة حزب الله لم يتطرق بالمناسبة في بياناته حول ما كان أو ما قد يجري أو ما يجري في هذه اللحظات بالقرب من كريات شمونة لكن الاشتباكات الرئيسية أو الآن هناك صفرات الإنذار نعم صفرات الإنذار تدوي في كفار يوفال وهي منطقة حدودية قريبة من كريات شمونة إذن كنا نذكر أن صفرات الإنذار لم تدوي حتى اللحظة في كريات شمونة لكن كفار يوفال هي منطقة ملاصقة تقريبا لكريات شمونة وتدوي الآن فيها صفرات الإنذار في هذه اللحظات تحسبا لسقوط صواريخ كنا نتحدث عن أن المعارك البرية لا تقتصر بالضرورة على منطقة واحدة لم تكن سابقا في منطقة كريات شمونة بالتالي هذا إن صح الحديث حول وجود معارك في تلك النقطة فنحن نتحدث عن نقطة اشتباك جديدة لكن كل هذا يبقى في إطار الحديث الأول بانتظار ربما أن تتضح صورة ما يسمع من دوي اشتباكات وإطلاق نار وتبادل لإطلاق النار والقذائف في تلك المنطقة ربما لنعرف المنطقة الجغرافية الدقيقة لهذه الاشتباكات من خلال بيانات حزب الله أو البيانات التي قد تصدر من الجانب الإسرائيلي لكن نعود ونكرر الخبر العاجل بعد أكثر من خمس ساعات من الهدوء على الجبهة الشمالية من حيث صفارات الإنذار صفارات الإنذار تدوي في هذه اللحظات في كفاريوفال القريبة من بيت هلل والقريبة من كريات شمونة في ذات القطاع إذن نتحدث عن إمكانية استهداف ربما بالقذائف الصاروخية لقوات قد تكون محتشدة في تلك المنطقة وهو سيناريو يكرره حزب الله ويحاول أن يبقي عليه خلال الأيام الماضية ويحاول أن يستمر به خلال الأيام القادمة ربما استهداف التجمعات والتحشدات الإسرائيلية في كل المواقع الحدودية